هنعمل مع بعض النهاردة باف بيستري اللحمة طريقة لذيذة وسهلة ايه مقاديري؟ عندي اللحمة هجيب لحمة زي الشاورمة تتقطع عندي الباف بيستري جزر مبشور بصل مبشور ملح وفلفل وجست التيب وحبهان مطحون عندي كمان زبدة توم وخل وصويا سوس كريمة الطبخ السكر وهنقدمه مع الرز البسمتي تعالوا أول حاجة هعملها هي اللحمة هجيب هنا الزيت وعندي الطاصة أنا مسخناها قوي هحط في زيت وهقوم منزلة اللحمة بتاخد التشويحة الايه اللي احنا عايزينها شوفي 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 هنا هنزل معاها البصلة المكشورة ومعاها ملح وفلفل ايه هقلب طيس قوي 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 اهو بتاخد بقى السوا اللي ايه اللي احنا عايزينه عندي هنا بقى مسخنا الطاصة هحط فيها زبدة مع الزيت زي ما احنا شايفين كده اهو اهو وايه عايزة اكرمل البصل بتاعي هنزل البصل زي ما احنا شايفين البصل البصل يتكرمل هنا براحته خالص كده يلا هحط بقى هنا شرشة بسيطة كده من جسط الطيب مسنة طوم بسيطة قوي 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 بهارات الحلوة اهو ونقلب تقليبة جميلة كده وتعالوا نجيب الجذر المبشور وايه هضيفه على اللحمة وزي ما احنا شايفين هسيبه ياخد تشويحة محترمة مع بعض يا السلام على الجمال اهو وهنا عندي البصل بيت كرمل شوفه جماله هسيبه لما يدبل خالص يلا بينا البوف بيست يبقى هجيبها وهبدأ ان انا اشكلها بالايه بالشكل اللي انا عايزاه شوفوا الحلاوة بحطهم كده من جوه كده اهو وتتحط ونعمل الثانية دول نشكلهم ونعمل بيهم حاجة كمان واستفيد ايه من كل اهو اهو وين دخلها بقى الفور تاخد السوى المطلوب اهو اهو شوفوا الجمال والحلاوة يلا جميل قوي بتاعنا نرجع هنا لللحمة بتاعتنا نقلب نشوف البصل المكرمل بتاعنا كده شوفوا بدأ يتبل اهو بدأ يترى خالص واللناشف احطه كده يا السلام على الجمال هجيب شوية سكر واحطهم وشوية خال واحطهم وايه يكمل بقية الكرمالة الله على النكاهات المختلفة الحل وجيدة بدا ودايما طول ما احنا شغالين ندوق علشان نعرف الطعم مظبوط ولا محتاجة ازود اي حاجة تعالوا بقى كده اهو شوفوا جماله هجيب هنا شوية من سوى سوس مش كتير كده وايه والكريمة وهسيبهم كده يلا بيه وهسيبهم ياخدوا غلوة حلوة مع بعض الايه البصل بصوا تكرمل وداب خالص انا عايزاي كون جميل كده وداي تعالوا نشوف بصوا بقى اللحمة بالصاص مع الجذر بتغلي ازاي وجهزة وكمان البصل متكرمل وجوثه جميل وحلوته بقى جاهز خلاص اهو نحطه بضيفه دلوقتي كده زي ما انتوا شايفين على ايه على السوس بتاعي جميل جدا جدا وبينزل كده يا السلام يا السلام اهو شوفوا جماله وحلوته يلا هجيب بقى العجينة بتاعتي عجينة البوف بيستري بصوا بتطلع جميلة قد ايه عندي هنا الفاتح والغامق يعني البني والابيض القمح هكسر كده من هنا بصوا بقى هنزل عليه بالصاص بتاعنا مع اللحمة تشوفوا جمال الايه اللحمة وهي متكرملة ونزلة بالصاص عليه اللحمة تشوفواوا اشتركوا في القناة